اهلا وسهلا بكم طلابنا العزاء. نكمل وياكم المحاضرة الثانية لمادة الاحياء للصف السادس الالمي. وصلنا للعضيات الحياة في الخلية. عندي اولا الشبكة الابلازمية الداخلية. تعريفها هو نظام شبكي مترابط من النبيبات. هو نظام شبكي مترابط من النبيبات من النبيبات وحويصلات. ترتبط بالغشاء البلازمي في مناطق معينة والغشاء النووي في مناطق معينة. يعني تمتد بين الغشاء البلازمي والنوات. الغشاء النووي للنوات. الشبكة البلازمية الداخلية بها نوع اللي هي الشبكة البلازمية الداخلية الخشنة والملساء. لماذا سميت خشنة ولماذا ملساء؟ خشنة لأنها تحتوي على الرايبوسومات. الملسأ خالية من الرايبوسومات. شنو هاي الرايبوسومات? عبارة عن حبيبات دقيقة صغيرة خشنة. خشنة توجد على سطح الشبكة البلازمية الداخلية الخشنة. لها دور مهم في بناء البروتينات. موجودة بالشبكة البلازمية بالنسبة للخلايا حقيقية النواة. اما الخلية بداية النواة فتوجد منتشرة في السايتوبرازم. اذا من ضمن المقارنة الاولى ان هي توجد الرايبوسومات في الشبكة البلازمية الخشنة لذلك سمية خشنة. هنا الملسأ خالية من الرايبوسومات. بعد النقطة الثانية نجي المقارنة بالنسبة للشبكة البلازمية ثانيا منقعها بين الغشاء البلازمي والغشاء النواوي. هنا كذلك منقعها بين الغشاء البلازمي والغشاء النواوي للنواة. وتكثر في الخصى والمبايض والغدتان الكذريتان غدتان الكذريتان سبق من ذكرت لكم موقعها هي إبارة عن غدة هرمية الشكل مثلثة تقع فوق الكلية الوظيفة بالنسبة للشبكتين الخشنة بما أنه بها رايبوسومات إذن وظيفة الريبوسومات صنع البروتينات بناء البروتينات إلى وظيفة للشبكة نقل المواد داخل الخلية وظيفتها نقل المواد داخل الخلية وخاصة إلى أجسام كولوجي لأن نعرف أن أجسام كولوجي لا يصنع البروتين بل يفرز البروتين كذلك الشبكة الابلعزمية الخشنة تعمل كشبكة هيكلية للمادة البينية السايتوابلعزمية إذن بناء بروتينات نقل المواد شبكة هيكلية نجي للوظيفة بالنسبة للشبكة الابلعزمية الملسى إضافة إلى النقطة الذكرناها من نقل المواد وشبكة هيكلية نعن هاي نقطة المشتركة بين الشبكتين إلها وظيفة أخرى إذالة التأثير السمي لبعض الأدوية إذالة التأثير السمي لبعض الأدوية والسموم والمواد المخدرة وتشمل أيضا بناء وتجمع الشحوم لخزنها تجمع وتبني الدهون لخزنها وكذلك إفراز الهرمونات السيترويدية إذن إزالة التأثير السمي لبعض الأدوية والسموم تمثل بناء وتجمع الشحوم لخزنها هو إفراز الهرمونات السيترويدية نجي إلى الفرع اللي بعد الشبكة البلازمية أو النقطة اللي بعد الشبكة البلازمية من ضمن العضايات الخلوية اللي هو جهاز كولجي جهاز كولجي جهاز مهم بالخلية يعتبر جهاز إفرازي سمي كولجي لأن وصفه أول مرة العالم كولجي من خلال دراسته للخلايا العصبية يقع هذا الجهاز في السيتوبلازم بين النوانت والغشاء البلازمي كذلك يصعب تمييز حدوده بشكل دقيق يصعب تمييزه بشكل دقيق يختلف بالشكل والحجم من خلية إلى أخرى يختلف بالشكل والحجم من خلية إلى أخرى يتألف جهاز كولجي من ثلاث رتهات محاطة بأخشية ملساء يتألف من ثلاث رتهات محاطة بأخشية ملساء اللي هي صهاريج حويصلاة فجوات كبيرة الصهاريج والحويصلاة والفجوات الكبيرة الصهاريج تكون عبارة عن أكياس مسطحة عددها من ثلاثة إلى عشرة أكياس عبارة عن أكياس مسطحة عددها من ثلاثة إلى عشرة أكياس وكذلك الفجوات كبيرة حويصلاة جهاز كولجي في الخلية النباتية يطلق عليه بالدكتيوسوم يطلق على جهاز كولجي في الخلية النباتية بالدكتيوسوم يقوم دكتيوسوم ببناء السيلولوز نعرف أن السيلولوز موجود في الخلية النباتية وكذلك يقوم ببناء بعض مكونات الجدار الخلوي إذن دكتيوسوم وهو يطلق على جهاز كولجي في الخلية النباتية يقوم ببناء السيلولوز وبعض مكونات الجدار الخلوي جهاز كولجي بصورة عامة خالي بناء الريبوسومات يخلو من الريبوسومات إذن هو لا يقوم ببناء الريبوسومات فقط يفرز البروتينات يخلو من الريبوسومات لماذا؟ لأنه لا يقوم بصنع وبناء البروتينات فقط يفرزها ويحصل على البروتينات من الشبكة البلازمية الخشن نأتي إلى وظائف جهاز كولجي في الخلية الحيوانية ثلاث نقاط إفراز وبناء ثلاثة إفراز طبعا ثلاثة إفراز إفراز سكريات معقدة إذن بناء وإفراز السكريات المعقدة بعد إفراز البروتين مثل ما قلت لكم ليش؟ لأنه خالي من الريبوسومات يحصل على البروتين مجرد فرزة بس ما يبنيه لا يقوم بصنع ولا بناء البروتين يحصل على البروتين من الشبكة البلازمية الخشنة إذن يقوم بإفراز البروتين بعد إفراز العديد من الهرمونات والإنزيمات وغيرها إذن يقوم بإبناء وإفراز الشكريات المعقدة إفراز البروتين إفراز البروتين إفراز الحرمونات والإنزيمات وغيرها ساعدنا طلاب الميتوكندرية واللي هي بيوت الطاقة الميتوكندرية عبارة عن تراكي بتكون كراوية أو خيطية أو خيطية عفون كراوية أو خيطية أرضها أرضها يكون نصف إلى طولها واحد مايكرو متر أرضها صفر بوينت خمسة مايكرو متر وإلى واحد من نصف إلى واحد وطولها عشرة مايكرو متر طولها عشرة مايكرو متر توجد الميتوكندرية في الخلايا حقيقية النوات يتباين شكلها حسب الخلايا التي توجد فيها أهم شيء أهم ميزة بها أنه يحيط بها غشائين مزدوج يعني غشاء مزدوج غشاء خارجي وغشاء داخلي غشاء خارجي وغشاء داخلي الغشاء الداخلي يحتوي على انثناءات وانضواءات يحتوي الغشاء الداخلي على انثناءات وانضواءات للداخل تسمى أو تعرف بالأعراف تعرف بالأعراف الوحدة عرف مجموعة عرف إذن هنا وظيفة الميتوكندرية هي وظيفة التنفس الخلوي وإنتاج المركب العضوي المعروف بالأدينوسين ثلاثية الفوسفات ذات الطاقة العالية الاتب إذن وظيفتها تنفس خلوي وإنتاج الاتب نجل إذا واحد يسئلك ما هي الأعراف أو يجيكت على تعريف الأعراف أو ممكن موقعها ووظيفتها الأعراف هي انثناءات أو انطواءات توجد في الطبقة الداخلية للغشاء الداخلي للميتوكندرية وظيفتها تزيد من المساحة السطحية للميتوكندرية تزيد من المساحة السطحية الداخلية للميتوكندرية نعنا ممكن تجيك أسئلة على الميتوكندرية أولا تعرف الميتوكندرية ببيوت الطاقة في الخلية لأنها مسؤولة عن إنتاج معظم جزئات الوظيفة الرئيسية للميتوكندرية هي التنفس الخلوي وذلك لإحتوائها على الإنزيمات التنفسية وذلك لإحتوائها على الإنزيمات التنفسية ثلاثة يوجد عدد كبير من الميتوكندرية في العضلات نعرف وإحنا عمل العضلات يحتاج إلى طاقة لذلك في العضلات تكثر ميتوكندرية لأن العضلات تحتاج إلى طاقة كبيرة وكثيرة في عملها والميتوكندرية هي التي توفر الطاقة هي التي توفر الطاقة بشكل مركب أضوي ATB وبكميات عالية لذلك تدعى الميتوكندرية ببيوت الطاقة ترجمة نانسي قنقر